ليس حادثا عرضيا أو خلافا بين طرفين على حدود هذا ما يدركه المتابعون للتوتر بين أنقرة وأثنى شرق المتوسط ويفهم الطرفان ما هي هذا الصراع الذي لا يمكن فصله عن صراع محاور تريد إعادة ترتيب خارطة المنطقة بأكملها ففي كل نقطة يعاد الصراع ذاته وللأبعاد ذاتها هذه المرة في شرق المتوسط تلك المنطقة التي تربط أوروبا بآسيا وتطفو على بحر هائل من الغاز يشكل غنيمة وقوة لمن يستحوذ عليه وبما أن القانون الدولي المتجاهل لمبدأ المساواة والقسمة العادلة يسير على مبدأ الأقوى هو الذي يستحوذ تعلو لهجة الحرب اللهجة الدبلوماسية بين اليونان وتركيا تركيا وفي ذكر عيد النصر المرتبط بالصراع اليوناني التركي القديم تذكر على لسان رئيس أردوغان أن الساعين إلى إقصاء تركيا شرق المتوسط هم أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء على أراضيها قبل قرن مؤكدا أنها لن تتردد في انتزاع حقوقها الشرعية بأي وسيلة كانت دون أن تغلق باب الدبلوماسية لحل الأزمة اليونان التي تخفي خلفها اصطفافا أوروبيا ودعما قائما على المناكفة مع تركيا تكثف مناوراتها العسكرية وتمضي بالاتفاقيات الإقليمية مع دول أخرى في المتوسط وبرأي تركيا فإن تلك استراتيجية تتعدى الخلاف الثنائي مع اليونان وترقى إلى أن تكون حصارا إقليميا هدفه ضربها وإيقاف نهضتها وتقويض نفوذها الإقليمي لذلك تتمسك بتحالفها مع دول متشاطئة أخرى تعتبرها شريكا رئيسا لضبط مستوى التوتري في مياه البحر المتوسط تسارع واتيرة الأحداث شرق المتوسط ودخول أطراف عديدة عليه يجعل حلحلته بشكل عادل وفق القانون الدولي أمرا في غاية الصعوبة لذلك يبقى العامل العسكري مرجحا أكثر من غيره لتسوية هذا الخلاف